أبقى مع الرياض دائما حيث افتكت الجزائر أربع ميداليات الذهبية في نهاي البطولة الإفريقية للملاكمة الجارية بمبطو المزنبيقية حيث فازت رميسة بوعلام على منافستها المغربية رباب شدار في وزن خمسين كيلوغرام في حين فازت إيمان خليف بالضربة القاضية على البوتسوانية كاسيمانك أرتوة في وزن ثلاثة وستين كيلوغرام أما إشراق شايب فقد افتكت الميدالية الذهبية بعد فوزها على ملاكمة من الرأس الأخضر وفاز الملاكم الجزائري أيت بقى يوغرطة في وزن سبعة وستين كيلوغراما على الكاميروني نجومالي باتريك